انطلقت من جنوب تونس رحلة دراجات هوائية يقودها أعضاء جمعيات تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وهدفها الوصول إلى ساحة بردوب العاصمة يوم الأربعاء الماضي انطلقت هذه الرحلة حاملة يعني معها هؤلاء الأشخاص إلى من الحامة في جنوب تونس إلى أن وصلوا إلى مدينة سفاقس على بعد 168 كيلو مترا إلى الشمال أما المرحلة الثانية فبدأت من سفاقس باتجاه مدينة الجم قاطعين مسافة تقدر بين المدينتين ب73 كيلو مترا تقريبا بعد الجم توجه المشاركون في الرحلة إلى مدينة سوسة بقطع 70 كيلو مترا على الدراجات الهوائية آخر مرحلة تبدأ طبعا من النقطة التي انتهت فيها المرحلة السابقة واختمت أمس في العاصمة التونسية قاطعين بما فيه كمسافة كلية حوالي 550 كيلو مترا 550 كيلو متر أخذت من المشاركين حوالي 6 أيام من العمل وقيادة الدراجات الهوائية ذوي الاحتياجات الخاصة عانوا من صعوبات وكانوا في كل محطة يتوقفون فيها يوعون بحقهم الدستوري في النقل والعلاج وأهم تلك المحطات هي الوقفة الاحتجاجية أمام محل ومجلس النواب المكان لأنهم يريدون أن تنتشر قضيتهم ويقولون إنها عاجلة ويجب تفعيل القوانين بشأنها فورا سألت فرج بن محمد قائد الفريق عن الصعوبات التي واجهت فريقه خلال الرحلة الطويلة مصعب المناخية في فترة الشتاء ثم أمطار مصعب في التواصل مع رفيقنا في الرحلة اللي يتخاطب بلغة الإشارة ليس من سهل أن تتخاطب مع الشخص وأن تتعامل مع الشخص لا يتكلم أن تتخاطب معه في اللحظات ليس هناك إشكال لكن أن يرافقك طولة الرحلة وتعيش معه وتعيش مختلف الظروف ليس لأن يكون من السهل هذه تقريبا المصاعب التي اعترضتنا في الرحلة بالإضافة إلى الشخص صديقي نصر الذي له قصور عضوي صحيح أنه تدرب على سياق الدراجة لكن لأول مرة يسوق مسافات طويلة طبعا هم يستندون إلى الفصل 48 من الدستور التونسي والذي ينص على أنه يجب على الدولة التونسية أو تحمي الدولة الأشخاص من ذوي الإعاقة من كل تمييز لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع بحسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له العلاج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك طيب إذا كان الدستور يغفل لهم كل الحماية والمساواة في الحقوق لهذه الدرجة لماذا يحتاجون إذن؟ سألت فرج النص لا يغير الواقع القرآن لا يغير الواقع إذا لم ننزله إلى الواقع نص قانوني جيد وجميل تونس بالإضافة إلى نحن عندنا مكسب أهم من الفصل في الدستور وهي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليه تونس في 2008 لكنها لم تفعل لم تنزل إلى أرض الواقع لم تحول إلى قوانين الفصل 48 لم يحول إلى إجراءات وقوانين لكي يحسن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة نحن كان الهدف الأساسي من هذه الرحلة هو التأكيد على تطبيق الفصل 48 وتطبيق ما جاء في الاتفاقية على الأقل ليس التطبيق للآن على الأقل الشروع ووضع خطة لتطبيق هاتين الآليتين والقانونيتين